أنا لست أخشى الفقرة في دنيا الورى فخزائن الرحمن لما تنفدي خزائن ربنا هتنفد؟ والله أبداً عرف حضرتك يا أستاذ دعاء الخير اللي احنا فيه والنعم اللي احنا فيها دي كلها ده بس يا أستاذ دعاء ما يسيح من خزائن الرحمن اللي بيسيح بس منذ أن قلق الله وسيدنا آدم إلى أن يرس الله الأرض ومن عليها ما يسيح من خزائن الرحمن فما بلك اللي جوة الخزائن نفسها إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى أعد للمتصدقين والمنفقين إيه الله سبحانه وتعالى أعد للمنفقين ودة وأحصاهم وعدهم عدة وكلهم آتيه يوم القيامة فردة زكى نفوسهم فجعلهم من أهل السعادة وصفاها ونقاها وملأها ودادة ثم أفاض عليهم من عطايا فجعلهم من الذين أحسن الحسن وزيادة هم دول المنفقين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم المتصدقين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم في القرآن من المؤمنين رجال رجال إيه صدقوا شفه ربنا سبحانه وتعالى نعتهم بإيه بالصدق إننا بقى صدق مع رب العباد سبحانه وتعالى الصدق ده إننا يكون عندي اليقين هو ده الصدق من غير ما جرب ربنا لا الله لا يجرب سبحانه وتعالى لا أنا بتصدق لواجه الله عز وجل وأنا فيه يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني الحسن وزيادة مش هديني كده؟ ده هو الكريم وفي حد أكرم من ربنا سبحانه وتعالى والله أبدا طب عمرك سمعت يا أستاذ دعاء عن حد بيكرم الصدقة إزاي إكرام الصدقة احنا دايما نسمع عن إكرام الفقير إكرام المسكين إكرام الإنسان إكرام اليتيم إنه ما فيش حد قبل كده سمع عن إكرام الصدقة مع أننا بنقرأها يوميا القصة دي هتوعرفينها كلنا ستين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما كانت بتتصدق لوجه الله عز وجل كان بتعمليه في الدينار أو الدرهم بتعطره بس؟ يعني بتخلي فيه ريحة أيوة قبل كده كان بتلمعه تمسكه الأول تلمعه وبعد كده تعطره طب مش هو المسكين جايلي أو الفقير جايلي هيفرق معاه إيه إنه أنا أدي له الصدقة كده كده هو طب هيديه تفرق معاه في حاجة أبدا لا لا السيدة عائشة بقى فهمت اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنظور تاني إنه أنا أكرم الصدقة نفسها فبتعمليه في الدينار أو الدرهم تمسكه تلمعه وبعد ما تلمعه تعطره وقالوا لها ليه بتعملي كده قالت لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير ده الإكرام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصن به في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يوصيز دعاء قال في صورة الفجر قال كلا بلا تطعمون اليتيم ولا قال كلا بلا تكرمون اليتيم الله يبقى فيه فرق بين إننا أطعم اليتيم وفرق بين إننا كريموا في الإطعام إننا أدي له الصدقة بس بشكل جميل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في صورة الضحى يقوله فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر عشان يعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا الإسلامي دي مشاعر بيرعي الأحاسيس بيرعي الشعور بيرعي كل شيء جميل في حياة الإنسان مش إن أنت بس تتقدمنا ربنا سبحانه وتعالى صدقتك كده عادي لا ده أنت بتتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى لا انت غلفها ده لو الأستاذة دعاء عندها مناسبة حمزة عيد ميلاد ولا حاجة معلش هعمل إيه هجيب له هدية جميلة ومغلفة وفيونكة من فوق وحاجة جميلة ليه بقى بقولك أس الهدية من مقام صاحبها طب ما تشوف أنت وبتقدمها المين كمان طب ما الهدية بتدل على صاحبها طب ما أنت أقدم لربنا سبحانه وتعالى من غير ما تجرب لا هتجرب مش هتاخد طبعا لا انت خل عمدك يقين أن ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك الحسنة وزيادة حتى كان في قصة كده تحكي عن حاتم الطائل ده كان عايش في الجاهلية وما أدركش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ليه؟ لأنه ضرب به المثل في الكرم أيه فقالوا أكرم من حاتم في حد أكرم من حاتم كان يجي عليه الليل كده يا أستاذها دعاء يقول الخدم بتاعه أوقد قدام الخيمة يلا كده إيد نار يلا كده أوقد فإن الليلة ليلة انقر يعني شديد البرودة والريح يا موقده ريح انصر ريح شديدة عاتية أوقد فإن الليلة ليلة انقر والريح يا موقده ريح انصر عسى يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر شفت الجمال والكرم يعني هو مش بيكرم اللي جاي بس لا دا بقوله أخرج ودور أخرج ودور للخدم بتاعه أخرج ودور ويبحث يمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب إن جبت له ضيف يكن من أكل النهاردة انت حر الوجه الله عز وجل دا إيه الكرم وإيه العظمة دي مع إنه ما أدركش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفت الجمال يا سيدة دعاء دا اللي بيقعد ودا اللي بيفضل وده كان سبب إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكرم بانت حاتم الطائي حينما كانت أثيرة حينما كانت أثيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموها لكرم أبيها فإن أباها كان من أكرم العرب شفت الكرم يا سيدة دعاء شفت الحلوة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها لنا إن احنا نرعي شعور بعض نكبر بخاطر بعض يعني وإن احنا لما نطلع الصدقة نطلعها للمحتاج بحفاظ على كرمته الله بالكرامة الله ينور على حضرتك طب مين هو الكريم؟ معلش ناخد الكلام أنا وحضرتك مين الكريم؟ الكريم اللي بيدي اللي بيدي طب مين الساخي؟ أكيد اللي بيدي أكتر الساخي أكتر ولا الكريم أكتر؟ الساخي طبعا الساخي أكتر؟ لا الكريم أكتر؟ في اللغة العربية كريم أكتر؟ الكريم أكتر رب الله سبحانه وتعالى سمى نفسه إيه؟ الساخي ولا الكريم؟ الكريم الكريم اسم من أسماء الله الحسنة الساخي يا أستاذ دعاء اللي هو بيعطي معطي بنفس بس ما حد يسأله حد يجي يسأله وخبط على بيته تمام يسأله فيديله تعالى وخد أما الكريم الذي يعطي قبل أن يسأله